وفي إطار الاحتفالات بإيد الفطر المبارك ما زالت تريد إلينا فعاليات أداء صلاة إيد الفطر حيث احتفل سكان مدينة بنغور بهذه المناسبة الدينية كان ذلك بالساحة العامة لمدينة بنغور وبحضور عدد كبير من المصلين محمد بكر أربي ومزيد من الإضاح منذ السالسة والنص صباحا بدأ المسلمون يتوجهون إلى ميدان المصلة لأداء فريضة صلاة العيد التي أما فيها المسلمين الشيخ موسى بكر نائب إمام المسجد الكبير بمدينة بنغور وأخفي خطبته بهذه المناسبة حث الشيخ موسى بكر المسلمين على التربط والتواصل وبث روح التسامح والتوجه إلى الله بالدعاء من أجل وحدة أبناء البلاد وبعد صلاة العيد توجه وفد من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فرعب بنغور إلى مقر حاكم ميكا بشرق لتقديم التهاني كما جرت العادة في مثل هذه المناسبات أمام المسؤولين المحليين وفي مقدمتهم حاكم ميكا بشرق السيد رمضان إردبو قدم الشيخ موسى بكر تهانيه إلى حاكم ميكا بشرق وعبره إلى فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو سائلنا الله أن يحفظ البلاد من جميع آفات العصر أما حاكم ميكا بشرق السيد رمضان إردبو فقد قدمه الآخر تهانيه إلى أعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وإلى جميع المسلمين أحييكم كلكم باسمي الرئيس الجمهورية فخامة إدريس ديبي إتنو وحكومته أحيي نتمنى لكم كلكم كل السكان وكل الأداة للجنة الإسلامية في ما يوكي بي أست سوات مسلمين أو مسيحيين أو لا دينيين كل موحيكم في هذه الفترة المباركة ونتمنى لكم عيدا سعيدا لجميع الشاديين لجميع الشاديين وخاصة في منطقة ما يوكي بي أست موضحا أن يقلم ما يوكي بي الشرق يعتبر المثال الأفضل للتعايش بين الأديان السماوية حيث أن المسلمين والمسيحيين يجتمعون للتشاور حول التعايش السلمي بين المواطنين وقال سيد رمضان إردبو إن رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو هو أول داعية للسلام في المستوى الوطني والإقليمي والدولي فيجب على المواطنين أن يحذو حذوه من أجل وحدة البلاد واستقرارها وأخيرا ختم اللقاء بالتوجه إلى الله بالدعاء من أجل أن يمن بلادنا الأمن والاستقرار والتقدم